اشتركوا في القناة تقديم الترشحات للانتخابات البلدية في جميع جهات البلاد وتفاوت في نسق تقديم القائمات المترشحة وزير الخارجية الامريكية زور بيروت ويقول ان الترسانة العسكرية لحزب الله تهدد امن لبنان والمنطقة اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الاخباري قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ايد الدهماني في مؤتمر صحفي ان ادراج تونس في قائمة الدول الاكثر عرضة لتبييذ الاموال ناجم عن تقصير من قبل لجنة التحليل المالية بالبنك المركزي مضيفا ان محافظ البنك المركزي المستقيل لم يتعرض الى اي ضغوط لدفعه الى الاستقالة بعد التصريحات التي رفقت جلسة الاستماع لمحافظ البنك المركزي المستقيل وعضاء لجنة التحليل المالية بمجلس نواب الشعب فالناطق الرسمي باسم الحكومة ايد الدهماني في مؤتمر صحفي الادعاء القال بان تونس لم تقم بالتعهد السياسي العالي المستوى في التوقيت اللازم مضيفا ان الحكومة تفاعلت ايجابيا وبسرعة مع كل مرسلة لجنة التحليل المالية وان تصنيف تونس في قائمة الدول الاكثر عرضة لتبييذ الاموال وتمويل الارهاب ناجم عن تقصير من قبل لجنة التحليل المالية من نقاط اللي صارت ان لجنة التحليل المالية حتى مر مراسلة الحكومة وقالت لها راه فم امكانية ان المفوضية الاوروبية تاخذ قرار ضد تونس بالعكس حتى كيف رسلتها وزارة الخارجية لجنة التحليل المالية ديما تقول انه هذا مجانب للصواب الناتق الرسمي باسم الحكومة الذي اكد بان الدبلوماسية تونسية ومذو سمعها بامكانية اتخاذ قرار ادراج تونس ضمن قائمة الدول الاكثر عرضة لتبييذ الاموال وتمويل الارهاب من قبل الطرف الاوروبي قامت بكل ما في وسعها لتجنب صدور هكذا قرار قال ان محافظة البنك المركزي المستقيل لم يتعرض للإهانة من اي طرف حكومي ولم تمارس عليه اي تضغطه استقالة كيف كيف نعود نرجع راه كان خيار السيد المحافظ قال توقيته وكيفاش هذية يرجع له هو ونعود نأكد انه من طرف الحكومة لم يتم ممارسة اي ضغط في الموضوع اياد دهماني اضف ايضا ان الحكومة تريد احداث تغيير على رأس ادارة البنك المركزي والقيام بمراجعات على مستوى اداء لجنة التحليل المالية بالبنك وان ستعمل جاهدة للخروج من التصنيفات السيئة وتجنب حدوث تصنيفات ممثلة في المستقبل صوت مجلس النواب الشعب الايجابي على مقترح تعيين مروين العباسي على رأس البنك المركزي التونسي خلفا للمحافظ المستقيل شذل العيار ب134 صوتا واحتفاظ خمسة اصوات واعتراض 18 صوتا تحديات كبرى مطروحة على مروين العباسي وفي مقدمتها انقاذ المالية العمومية وسعي الى الرفع من قيمة الدينار بعد الانهيار الخطير الذي شهده في الفترة الاخيرة افادت وزارة الداخلية بان اعوان فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبا اطلق النار ظهر الخميس تجاه مجموعة ارهابية تتكون من ثلاثة عناصر مسلحة بعد التفطن الى قيام هذه العناصر برصد الفرقة المذكورة مضيفة ان العناصر الارهابية لاذت بالفرار في اتجاه جبال الجهة بعد اطلاق النار عليها من قبل الاعوان مؤكدة انه تم التنسيق مع الجيش الوطني وتنظيم حملات تمشيتة لتعاقب العناصر الارهابية المذكورة انطلقت امس عملية قبول الترشحات للانتخابات البلدية التي تتواصل الى غاية الثاني والعشرين من فيفري الجاري وكانت الهيئة العالية المستقلة للانتخابات قد اوصت كافة اعوانها واطاراتها مركزيا وجهويا باعتماد اقصى سبل المرونة في قبول ملفات الترشح في 27 مكتبا مركزيا انطلقت عملية قبول الترشحات للانتخابات البلدية المقررة في السادس من ماي القادم في ظروف موصوفة بالسليسة والمناسبة عملية قبول الترشحات تتم عبر المنظومة والقبول اليدوي لحد الان لم نسجل ما هو نقائص او اخلالات ظروف طيبة لكل بلدية خصصنا مكتب قبول مطالب الترشحات اللي هو معناه في مرحلة اولى يقع تسجيل المطلب في دفتر المخصص البلدية وفي مرحلة ثانية مقدم المطلب يتحول للجنيح المخصص الاعلامية هو وسيد المنصق المحلي الخاص بالبلدية لكي يتم ادماج جميع المعطيات الخاصة بالقايمة في المنظومة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توصت كافة اعوانها واطارتها مركزيا وجهويا باعتماد اقصى سبل المرونة في قبول ملفات الترشح ونشرت على موقعها قائمة المكاتب المركزية لقبول الترشحات تقبلوا في بعض القائمات اللي يمكن نشوفوا فيها من نظرة اولية ثم عدم استفاء المترشحين صفة الناخب عدم تقديم نسخة مطابقة للاصل من بعض الوثائق يعني فم جملة من الاخلالات البسيطة اللي يمكن تصحيحها يعني ما فماش حاجات جوهرية يعني شفناها إلى حد الآن عملية التسجيل المتواصلة حتى 22 من فبري الجاري تتم في أغلبها بقاعات رياضية ويواكبها من موثلها المجتمع المدني المهتم بالشأن الانتخابي ملاحظة لولا هي استبعاد الملاحظين من المراقبة في وسط القاع وهذا لاحظناه في انتخابات 2014 كذلك واقعها استبعادنا نفس العملية تتكرر احنا ملاحظين يجبنا نكون قاربين من العملية تقديم الترشحات ان شاء الله الهيئة تدارك الأمر هذا وتمكننا باش نلاحظوا دخل القاع وتشدد الهيئة الانتخابية المركزية على ضرورة العمل الجمعي بين كل العاملين بالمكاذب المركزية خلال قبول الترشحات وتثبت من مدى صحة الوثائق المودعة لديهم في أخبار العالم وذمن جولة شرق أوسطية شملت كل من مصر والأردن والكويت حل وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون ببيروت وقد حث زعماء لبنان على التمسك بسياسة النائب النفسي عن الصراعات الإقليمية قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن تنامي ترسانة حزب الله اللبناني وما سماه تورطها في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان وحث تيلرسون القادة اللبنانيين على التمسك بسياسة النائب النفس عن الصراعات الإقليمية مضيفا أن واشنطن تتواصل مع لبنان وإسرائيل لضمان الهدوء في منطقة الحدود من جانبه أبلغ رئيس اللبناني ميشيل عون وزير الخارجية الأمريكية الذي التقى كذلك رئيس البرلمان نبيه بري أبلغه بالتزام بلاده بالحفاظ على الهدوء على حدودها الجنوبية وحث واشنطن على لعب دور فاعل للمساعدة في حل نزاع بيروت البري والبحري مع إسرائيل ومنعها من استمرار اعتداءاتها على السيادة اللبنانية حسب ما جاء في نص بيان للرئاسة اللبنانية ومن جهة أخرى شارعون إلى أن لبنان الذي صادف أكثر من مليون وثمانمائة خمسين ألف نازح سورية على أراضيه منذ بدء الأحداث الدامية في سوريا لم يعد في استطاعاته تحمل المزيد من التدعيات التي يسببها هذا النزوح على أمنه واستقراره لا سيما في ظل عدم كفاية المساعدات الدولية على حد تعبيره تيلرسون وردا على هذه الدعوة الضمنية لأكثر دعم دولي إلى لبنان أعلن أن الولايات المتحدة ستشارك في المؤتمرات التي ستعقد في كل من روما وبروكسال وباريس لمساعدة لبنان على تعزيز قدراته وعلى رعاية شؤون النازحين السوريين ونفى رئيس الدبلوماسية الأمريكية متحدثا عن الأزمة السورية تقديم بلاده أسلحة ثقيلة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية المكون الرئيسي لما يسمى تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة أكدت الشرطة الأمريكية مقتل 17 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في مدينة باركلاند بوليتي فلوريدا ليتم إغلاقها لاحقا حتى نهاية الأسبوع الحادث الذي وقع قبل موعد المغادرة من المدرسة وصف بأكثر حوادث إطلاق النار من حيث العدد في مدرسة أمريكية في حادثة من بين أكثر حوادث إطلاق النار من حيث عدد القتلى في مدرسة في الولايات المتحدة اهتزت مدينة باركلاند بولاية فلوريدا على وقع إطلاق نار راح ضحيته 17 شخصا وأصيب أكثر من 12 آخرين وبالرجوع إلى تفاصيل الحادثة أفدت السلوطة الأمريكية بأن مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما عاد إلى مدرسة ثانوية في فلوريدا كانت قد فصلته لأسباب تتعلق بالانضباط وأطلق النار ببندقية مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص قبل أن تلقي الشرطة القبضة عليه وأظهرت لقطات بثتت الفتاة على الهواء مباشرة التلاميذية في الرونا إلى خارج المبنى بينما انتشر عشرات من أفراد الشرطة وأجهزة التوارئ في المنطقة قائد شرطة مقاطعة بروورد قال في تصريحات صحفية أن المسلح استسلم للشرطة دون مقاومة وأشار المحاققون إلى أنه كان مسلحا ببندقية من كراز آي آر 15 وكانت معه ذخيرة الرئيس الأمريكي دناد ترامب وإثر إعلامه بحادثة إطلاق النار قدمت تعزي لعائلات الضحايا موذفا في تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعية أنه لا يجب على أي طفل أو معلم أو شخص آخر أن يشعر بعدم الأمان في مدرسة أمريكية إلى أخبار الرياضة احتفظ المنتخب الوطني التونسي بالزعمة الإفريقية فتاتيب الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا متقدما على كل من السينيغال وجمهورية الكونغو والمغرب فيما تابع المنتخب الألماني الاحتفاظ بالمركز الأول عالميا برياضة نصل إلى ختم هذا الموعد الإخباري وهذا تذكير بالعنوين إياد الدهمين يتهم لجنة التحليل المالية بالمغالطة وينفي استقالة العيار بسبب ضغوط ومجلس النواب يصوت بالإجماع على محافظ البنك المركزي الجديد انطلاق عمليات تقديم الترشحات للانتخابات البلدية في جميع جهات البلاد وتفاوت في نسق تقديم القائمات المترشحة وزير الخارجية الأمريكية زور بيروت ويقول إن الترسان العسكرية لحزب الله تهدد أمن لبنان والمنطقة وبإمكانكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية تحية طيبة وإلى لقاء